اشتركوا في القناة الذي رفض أن يتكلم بغير العربية أمام منابر أجنبية كل الدول حتى الصغيرة منها على سبيل البتال هولندا تعتمد لغتها كمظهر مظاهر سيادتها في مقابل سجن محكم للغة العربية الأمم المتحدة صرحت بتدهور رسمي في وضعية اللغة العربية البنك الدولي ينصح باستعمال اللغة العربية كآله لتنمية الاقتصاد كما قلت مسيدة الوزيرة عندنا الدستور ديالنا اللي ينص على اللغة الرسمية واللي ينص على حمايتها وتنميتها وتطويرها لكن هذا كله لا نلمسه على أرض الواقع والحال أن الفرنسية هي المهيمنة في الإدارة والاقتصاد والإعلام والتعليم في انتهاك لإرادة الشعب وتنازل عن سيادة الدولة ومخالفة صريحة للدستور والقانون والأحكام القضائية التي تعتبر استعمال لغة أجنبية في الإدارة غير مشروع من يتآمر على تهميش اللغة العربية وتبخيص المواطنة واستقلالنا اللغوي والثقافي من يجعل لغة التدريس حكراً على الفرنسية رغم ما تخلفه من عجز وشلل لدى التلاميذ والطلبة وأرقام الحضر المدرسي والجامعي دل على ذلك وهذا أكيد لا علاقة له بقانون الإطار 50-16